عانى بطلة فيلم البحث عن أم كرسوم النجمة المصرية الحائزة على جوائز كثيرة جداً لموهبتها الفنانة ياسمين رئيس جاي من فينسيا طازة مبروك الفيلم أنا لازم أكون صريحة الأول أول ما قالوا لي فيه فيلم بتعامل عن أم كرسوم من قبل فينسيا من قبل ما يتعامل المهرجان يعني قلت أكيد فيلم تسجيلي لو كان فيه فيلم بتعامل عن سيدة الغناء توقب الشرق أم كرسوم كنا هنعرف فطلع لا مش تسجيلي مش وسائق مش حاجة سغيرة وبعدين قالوا لأ دي فيه مخرجة معروفة ومهوبة إيرانية بتعمله والبطلة بتاعته ياسمين كل دي معلومات فاتحة لشاهية الصحافة المصرية أو الصحافة الفنية هي تغطيها الحقيقة استغربت أنه ما كانش عندنا معلومات متوفرة عن الفيلم ده وبعدين قلنا إيه ممكن ده كلام ولا هيتعرض ولا حاجة في مهرجان فينسيا إيش عايت الحقيقة أنه بالفعل الفيلم اتعرض في مهرجان فينسيا بالفعل بطلته ياسمين رئيس بالفعل مخرجة إيرانية هي المهتمة بمسألة أم كرسوم فصريلي ليه عملتوه يعني أو كنتم متكتمين عليه نعم خالص هو كانش فيه أي تكتم ولا أي حاجة هو المهرجان أعلن وصحافة بره كتبت وصحافة الإيطالية وصحافة الألمانية كتبوا كويس جدا عن الفيلم يمكن الألمانية لأنه فيه جزء من الإنتاج ألماني والممثلين فيهم يعني ألمان حتى لو فيه ممثلين إيرانيين فهما ألمان بس من أصل إيراني فالصحافة الألمانية كتبت كويس جدا صحافة الإيطالية غطت كويس جدا للفيلم لأنه هما مهتمين غير أن هما مهتمين بأم كرسوم ده بقى اللي أنا لاحظته لما رحت هناك وقابلت التالاينة عارفيننا كويس قوي بيحبونا جدا عارفين عمر الشريف عارفين أم كرسوم متابعين يعني هما عارفيننا فكان فيه تغطية لأنه هما عارفيننا وبيحبونا وبيحبوا ثقافتنا وحضرتنا وكلهم معظمهم أجداد ليهم أو قريب ليهم كانوا عاشين في اسكندرية ده من الناس اللي أنا كنت أتكلم معاهم يعني غير كده المخرجة أصلا واخدى جايزة قبل كده من مهرجان فينيسيا على فيلمها القبل ده على طول فهي معروفة هناك وكانوا مستنين فيلمها وليها معارض كمان في فينيسيا في في فينيس نفسها هي ليها معارض بتعرض شغلها لأن هي فنانة تشكيلية قبل ما تبقى مخرجة فشغلها ميتعرض احكي